مما يدهشك أكثر في سيرة ولي الله أمير المؤمنين عليه السلام أنه كان من سيرته الآن هؤلاء لم يكتفوا فقط بمنع الزكاة أو منع الحقوق الشرعية التي لا بد أن تقدم للحاكم بل وتأهبوا للقتال وعلمنا أنه حتى في هذه المرحلة الحرجة أمير المؤمنين عليه السلام كان يحاول أن يجرهم إلى الطاعة من جديد الآن وقع القتال صار قتال الآن طيب وألقي القبض على أحد المقاتلين من الخارجين على الحاكم والدولة كيف كانت سيرة عليا عليه السلام حقيقة شيء مدهش يطير العقول يعني الإنسان لا يجد نموذجا لقائد إنساني كعلي بن أبي طالب إلا اللهم ومحمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله أنه إلى هذه الدرجة من الرحمة والشفقة أنه حتى الذي يقاتلك تشفق عليه وترحمه فإذا ما أبدى توبته أثناء القتال بعد إلقاء القبض عليه أبدى التوبة وقال أنا أرجع إلى الطاعة تأتي وتقول له أنا أطلق سراحك الآن فورا بلا محاكمة بلا شيء أروح الله وياك والذي أخذوه منك أيضا في هذه المعركة من السلب لأنه كانوا يسلبون بعضهم بعضا صحيح أرجعه إليك أيضا هذا شايف أنت بالله عليك أي سيرة هذا بالله عليك أي مكان بالعالم حتى إلى الآن 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 تقع حرب بين جيشين ويلقى القبض على بعض أفراد الجيش الآخر أسرى يروحون وين قوانتنامو يروحون تعرضون إلى محاكمات وسجون وبعدين يمكن يبادلون أسرى بأسرى وعادة لا يبادلون إذا كان الجيش هو المنتصر أما إذا بقيت الحرب سنوات تصير مبادلات صحيح أم لا يبقون هكذا إلى أن الله العالم متى يفرج عنهم تعرضا لمحاكمات تعذيب بلاوي تشفي أصلا يصير فيهم أما في لحظة المعركة بنفس اللحظة يطلق سراحة هذه وين صار هذه بس تصير عند محمد وعلي عليهم السلام هذه رواية مروية عندنا ونظيرها مروي عند أهل الخلاف وأنا سأذكر لك الرواية أما التي عندنا فهي التي رواها شيخ الطائفة الطوسي عليه الرحمة في تهذيب الأحكام في المجلد السادس الصفحة مئة وثلاث وخمسين عن عبد الله بن ميمون وهو أحد الثقات الأجلاء قال أتي علي عليه السلام بأسير يوم صفين أسير من جماعة معاوية فبايعه الأسير قال أبايعك يا أمير المؤمنين يعني أتوب خلص فقال علي عليه السلام لا أقتلك إني أخاف الله رب العالمين كان لعلي عليه السلام أن يقتله أم لا كان له أن يقتله كحكم شرعي يقدر يقتله خلص هذا باغ خارجي على ولي الله فله أن يقتله لكن علي كان يحب العفو والمن كما كان رسول الله صلى الله عليه وآله يحب العفو والمن رسول الله عفى عن من قاتله إذا أبدى الطاعة وإن حتى لو أبداها ظاهريا لأنه رسول الله ما كان يريد إراقة الدماء لذلك تجد أن المشركين الذين أبدوا الطاعة رسول الله قبل منهم وأطلق صراحة كذلك فعل علي بن أبي طال قال لا أقتلك أنا بإمكاني أن أقتلك الآن لكن لا أقتلك إني أخاف الله رب العالمين فخلى سبيله قال لا روح روح الله إياك وَأُعْطِي سَلَبَهُ الذي جاء به هذا ليس المقاتل يأتي لديه أغراض سيف درع ثياب حاجيات معينة هذه لما عادة يلقى عليه القبض يؤسر كانت تسلب تصبح غنيمة شرعا تصبح غنيمة مع ذلك أمير المؤمنين عليه السلام كان يرجع له ما لديه روح بما جئت به يعني ما خسران حتى أمواله ما خسران أي شيء كان معه ما خسر شيء لا تعرض لتعذيب ولا حتى لمحاكمة ولا جار عليه 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 السلام بشيء بل الذي حقيقة خلي الواحد بالفعل يندهش هو ما رواه ابن أبي شيب في مصنفه في كتاب الجمل في باب ما ذكر في صفين برقم 37158 عن يزيد بن بلال قال رواية نظير تلك بس شوف العجيب يقول شهدت مع علي يوم صفين فكان إذا أتي بالأسير قال لن أقتلك صبرا إني أخاف الله رب العالمين وكان يأخذ سلاحه ويحلفه لا يقاتله يقول سلاحك اعطيني خوفا من أنه يرجع ويأخذ بهذا السلاح يقاتل من جديد أعطي السلاح احلف أمامي أنك لن تقاتلني من جديد فإذا حلف يخلي سبيله ويعطيه أربعة دراهم يقول له هاي تفضل هاي مكافأة أمئة لك أخذ فلوس هاي شايفها بالله عليك بسيرة من شايفها أي قائد في الدنيا هكذا يفعل الذي يقاتله الآن يقوم يكافأ يعطي أربعة دراهم بعد يعطي فلوس أيضا يقول له روح ارجع أنت وما جئت به لن أقتلك صبرا إني أخاف الله رب العالمين وتفضل هاي فلوس من عندهم أخذ ذاك روتك هاي روح فيه مثلا وين صاير هذا فقط عند علي عليه السلام مما يصور لك يعني أنت لما تقرأ هاي السيرة الآن ماذا ترى فيها تراها سيرة الأنبياء والأوصياء سيرة الرحمة وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين